اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلي وصحبي أجمعين آمين إزايكم عاملين إيه؟ يارب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال تعالوا نشوف الجمال والروعة دي عملناها إزاي؟ بجد الناس اللي بتعشق كفتة الفراخ النهاردة نعمل كفتة الفراخ بطريقة بسيطة جدا جدا والطعم والشكل والريحة ولا أروع من كده وشايفين هي طرية كده وجوسي وجميلة قوي قوي يلا ندخل على الطريقة والمكونات أول حاجة هنا أنا هشتغل بربع كيلو من فراخ البنية ربع كيلو تقدروا تستخدموا صدور على أوراك أنتوا حرين بس أنا اللي موجود عندي كان ربع صدور تمام؟ وهنا عندي نص في الفلاية ألوان من كل اللون أغدر وأصفر وأحمر وكمان بصلاية متوسطة الحجم هحط كل الكلام ده في الكب وهفرم وفارم مش ناعم يعني أنا عايزة قطع قطع صغيرة لكن مش معصور هتشوفوا معي كده لما يوصل للقوامل اللي احنا عايزين وعايزة أقول لكم لو كنت أول مرة تشوفوني ياريت تعملوا لي اشتركوا في القناة تفعالوا الجرس على علامة الكل ولو عجبكم الفيديو ده ياريت تحطوا لايك للفيديو هاستنى رأيكم في الكومنتات بصوا فرمناها فرم كده زي ما انتوا شايفين مش معصورة ومسكتها طلعت منهم المية وأخدت التفل هنا بس كده بصوا ده التفل بس والمية برضو هنستخدمها وهتشوفوا نستخدمها في ايه بعد ما فرمنا الفلفل والبصل كده هنجيب بقى برضو الكابة بتاعتنا تاني مكان الفلفل والبصل ونبدأ ان احنا نفرم الفراخ الفراخ دي يا جماعة مخصولة ومتصفية يعني لو عندكم وقت هتسيبوها في مصفة لغاية ما تتصفى خالص ومبقاش فيها اي نقطة مية لو ما عندكمش وقت هتجيبوا البلانشة بتاعتكم وتفردوا عليها القطع الفراخ كده وبمنديل مطبخ هتنشفوها كويس جدا جدا وده مهم جدا علشان الوصفة تطلع معاكم نجحة ان ما يكونش فيه نقطة مية في الفراخ هنفرمها برضو فرم ناعم يعني احنا هنا بقى عايزينها فرم ناعم اشبه بالعجينة كده بعد ما فرمتها هننزل بقى الفراخ بتاعتنا على الخليط اللي عملناه الاول ده تقدروا برضو تزودوا على خليط البصل والفلفل ده كسبرة خضرة وبقى دونس وشابت والكلام ده لو بتحبوا طعموه التوابل اللي انا هستخدمها حطت شوية توم بودر شوية سبع بوهرات وشوية فلفل اسمر صغيرين وشوية ملح مش هحط اكتر من كده ومتزودوش توابل علشان التوابل بتخليكو متحسوش بتعمل حاجة اللي انتو بتعملوها يعني انتو بقوا بتاكلوا توابل بس هدمج الخليط دوت مع بعضو نمكسهم كده مع بعضو طبعا انتو عارفين انا مستخدمها سدور فما ببقاش فيها اي مادة دهنية يعني الوصفة صحية مية في المية هنسيبها في التلاجة تسمغ مع بعضها وياخدوا من طعم بعض وقادي المية بتاعتنا اللي احنا كنا مصفينها من الفلفل والبصل ونبدأ بقى ان احنا نشكل الكفتة بتاعتنا على معلقة على اي حاجة سيخ على عصاية الشيش توق يعني موجودة عندكم طيب ليه ما مصبعهاش كده في ايدي وخلاص لما هدي بقى فيها فراغ في النص كده هتديني نتيجة حلوة جدا في التسوية كمان مش هتاخد معايا وقت تمام كمان هنسويها بطريقة سهلة اوي 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 يعني بصوا مش تاخد معاكم عشر دقيق يعني هي اصلا ما خدتش معانا وقت وكمان في التسوية مش تاخد معانا اي وقت والنتيجة ولا اروع من كده كل اللي هيدقها مش هيصدق جمالها اصبعها بالشكل ده الحجم انتو حرين فيه اتكبروا عن كده اتصغروا عن كده انتو حرين انا خلصت كل الكمية بالشكل اللي انتو شايفين وده والحجم ده الجر اللي بتاعي بقى على النار هنسيبه يسخن كويس جدا ودي خطوة مهمة عشان الفراغ ما تنزلش معاكم مية لازم يكون سخن كويس جدا ممسوح مسحة خفيفة قوي من الزيت وهننزل بالكفتة بتاعتنا بالشكل ده بعد ما بنرس كل الكمية بنستنى بقى ما بنحركهاش خالص لغاية ما تستوي من جنب وبعد كده نبدأ ان احنا نحركها بس في الاول ما تحركهاش لان هي بتكون طرية جدا وزي ما انتو شفتوا انا محطتش اي حاجة تربطها يعني محطتش بيد محطتش بقسمات محطتش دقيق يعني مش حطة اي حاجة فيها ان هي تربطها فمش هنحركها خالص غير لما نتأكد ان هي استوت من جنب بعد ما نتأكد ان هي استوت من جنب هنبدأ بقى ان احنا نقلبها كده على الجنب التاني بتتقلب معاكم وسهلة جدا اهي وبعد كده بقى هنسيبها تستوي من جنب ونحط شفتوا الميا اللي كنا صفينها من البصر والفلفل هنرجع نساق ساق منها كده تاني ليه بقى هتبديني لون حلو جدا جدا وكمان هتسويها كويس قوي والطعم طبعا هنبدأ بقى ان احنا نحركها ونجيبها على الجنب ده وعلى الجنب ده يعني هنقلبها على كل الجوانب بتاعتها لغاية ما نتأكد ان هي استوت تماما وتاخد معانا اللون اللي احنا عاوزين يعني بصوا انا عمليهم ازاي مقلباهم كده وبفضل اقلب فيهم وعملهم كده وكده لغاية ما يستووا تماما وتاخد معانا اللون الدهبي الجميل ده عايز اقول لكم ريحتها جايبة لاخر الشارع ما اخدتش وقت خالص ومستوية ما تقلقوش مستوية وجميلة ولذيذة وتحفة لجد لازم تجربوها وخفيفة جدا جدا في الاكل قدموها بقى زي ما تحبوا هي حلوة وهي سخنة وحلوة وهي بردة بصوا لونها عامل ازاي جميلة قدموها زي ما انتم عايزين جنبها شوية سلطة شوية سلطة تحينة شوية سلطة خضرة يعني براحتكم قوي تاكلوها بعيش تاكلوها مع رز تاكلوها كده مع السلطة انتم حرين لوسوا لونها عامل ازاي وما كشتش ولا اتحركت من مكانها طبعا لو عايزين تسواها في الفرن انتم حرين برضو بس كده اللي هو الاسهل والاسرع يعني بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة يارب الفيديو يكون عجبكم يارب اكون بقدر انزل لكم وصفات تنول اعجابكم لو اي وصفة انتم عايزينها يا رد تتلقوها مني في الكومنتات ان شاء الله اعملها ونزلها لكم واستنى رأيكم على الفيديو دوت في الكومنتات اشوفكم على خير في فيديو جديد من قناتي وقناتكم بمتباطعي الجيلين انا بوريكم ان احنا لو مش دخلنا في نظامنا الغذائي نشويات ممكن ناكل الكفتة بالكبوتشي كده ومع شوية صلط الطحينة وبالفة هنا وشفة